زلزال في تايوان يثير القلق بين شركات التكنولوجيا حول العالم السبب هو أن تايوان تعد موطنا لشركة TSMC أكبر منتج للرقائق المتقدمة في العالم وهي مكونات تدخل في صناعة جميع الأجهزة تقريبا مثل السيارات والهواتف الذكية وحتى أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنتج الشركة التايوانية ما بين 80 إلى 90% من الرقائق الأكثر تقدما في العالم بما في ذلك المعالجات الموجودة في قلب أجهزة آيفون التي تنتجها شركة أبل الأمريكية وأيضاً الرقائق التي تستخدمها شركة إنفيديا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي وصحيح أن الشركة لم تكشف عن تأثر جوهري في أعمالها بسبب الزلزال إلا أن تعقيدات صناعة الرقائق هي أكثر ما يثير القلق وصول ذرة صغيرة للغاية من الغبار للرقاقة كثير بتدمير عملية تصنيع هذا المكون بالكامل ولهذا السبب تكون غرف تصنيع هذه الرقائق أنظف بحوالي 10 ألاف مرة من الهواء الخارجي ولطالما احتفظت شركة TSMC بمرافق التصنيع الأكثر تقدما داخل تايوان إلا أن الضغوط التجارية والسياسية التي تعرضت لها من قبل عدد من الدول وتحديدا الدول الغربية في الأونة الأخيرة دفعها إلى البدء في تشجيد عدد من المصانع خارج الجزيرة الآسوية ترجمة نانسي قنقر